السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً وسهلاً ومرحباً بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد 1 مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز السلام والجزء رقم 4 من الشبطة الثامن هنتكلم على الديفنيشن بتاعت الستركشل وهنبدأ بالاستنايد الاستنايد عبارة عن Interstitial Solid Solution of Carbon Dissolved in Gamma وبالديني Crystal Structure FCC maximum solubility of carbon 2% وده عند درجة حرارة 1130 درجة ماهوية يعني أي نوع من أنواع المعالجات الحرارية لازم أوصل للاستنايد range It is normally not stable at room temperature but under certain conditions it is possible to obtain الاستنايد at room temperature الاستنايد في الحقيقة ما بقاش ستيبل عند روم توم بريتشار لكن ممكن بمعالجات او بظروف خاصة اتحصل عليه في الروم توم بريتشار وده المايكرو استراكشار اللي بيوضح تعالي نشوف الاستنايد الخواص بتاعته ألاقي التنسالي سترينس بتاعته 150 ألف PSI الالونجيشان 10% أبص ألاقي الهاردنس بتاعته 40 روكويد سي ولا التفمس بتاعته عالية ترجمة نانسي قنقر